موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أهلاً وصهلاً بكم في برنامج المؤشر ومع ختام هذه الجلسة نتابع معكم ختام جلساتنا في هذا الأسبوع وهذه التراجعات واللن الأحمر على مؤشرات السوق أولها والعام وكذلك أيضاً السوق الرئيسي بسيولة ضعيفة إذا ما قررناها بجلسات ماضية إذن جلسة سلبية فيها تراجعات بادية وواضحة ونتابع إن شاء الله تفاصيلها حتى الختام مع الزميل عائد من استديوهاتنا في برصة الكويت وحياك أبو عبد الله مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدين الكرام مهلاً وسهلاً بكم طبعاً للتو رائد انتهت هذه الجلسة بتراجعات واضحة في إغفاء المزاد ولحظنا انقفاض جميع المؤشرات في منطقة الحمراء وهذا أمر متوقع صراحة أمر متوقع أما السوق الرئيسي فكلنا متوقعين لون الأخضر في هذه الجلسة خاصة يعني بعد نشاط واضح لكثير من الشركات ولكن التجاري لا تثير كبير جداً في تراجع مؤشر السوق الرئيسي أما بالنسبة للسوق الأول فاليوم عملني الجنة أرباح واضحة على كثير من الشركات القيادية وخاصة الوطني اليوم وكذلك بيتك لكن بيتك عدل في نهاية الجلسة وأكثر من شركة لكن اليوم نجم التداولات في السوق الأول وهو أعتقد شركة المباني كذلك المشاريع أو مجموعة المشاريع بالكامل المجموعة نشطة للغاية المشاريع برقان وكذلك المتحدة وكذلك الفنادر أقل بشركات المجموعة برشاط واضح وبدخول غوي جداً وبدخول إيجابي على كثير من شركات هذه المجموعة بعض الشركات هناك تحركات فردية اليوم كذلك مجموعة إيفا لا نقفل اليوم فيها بداية الحركة اليوم من مجموعة إيفا اليوم لا نقفل بأن هناك بتحركات فردية على كثير من الشركات وهذا أمر أعتقد أنه جدا إيجابي سوف يدفع بعض الشركات لمزيد من ارتفاعات خلال المرحلة القادمة إن شاء الله شو معاكم الأقفالات المشاهدين الكرام ومن ثم نبدأ حديثنا عن الشراء ما بعد المزاد وكذلك الشراء اللي تم قبل الجلسة والكميات بدها ها هو الأقفال جرس دقيقة 12 و 40 دقيقة ونشوف معاكم مشاهدين الكرام نهاية هذه الجلسة أربع نقاط و 14 نقطة للسوق الأول 48 نقطة للسوق الرئيسي السوق العامي يتراجع 16 نقطة للوطن يتراجع 7 فلوس الخليج فلسين الدولي فلس صعودا برقان 5 فلوس يعني مجموعة المشاريع اليوم نشطة برقان والمشاريع المشاريع 29 تقفل 29 مطلوب المشاريع بيتك على استقرار بقى بوبيان 16 فلس تراجعا ما قصر بوبيان الاستمارة الوطنية كذلك تتراجع 11 فلس ما قصر تأمانة في فترة الماضية لاحظ الشراء على سهم المتزهات منتزهات لشاط قوي جدا عن المنتزهات في الزياسات الماضية لاحظ المشاهدين الكرام كذلك طبعا الشراء تتكلم عن الشراء عربي غابضة كذلك بسعود جيد 445 عربي غابضة نشاط جدا إيجابي رح تتكلم عن هذه الشركات في فنادق اليوم شكلها متغير اليوم فيها تداولات اليوم فيها شراء اليوم فيها كمية أفضل من أيام الماضية رح نوصلها ورح نتكلم حاليا ببنك بوبيان حاليا 934 معروضا معروضا حالا 72 ألف رح نتكلم عن هذه الشركات المشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله نشوف الدولي فيلس ارتفاعا برقان 5 فلس البيتك على استغرار ببنك بوبيان 16 فلس استمارات وطنية 11 فلس المشاريع بسعود 8 فلس كانت صعدة أكثر الامتياز تستقر في نهاية هذه الجلسة الامتياز صار فترة وهي عندها المستوى السعرية فترة طويلة عند هذه المستوى السعرية عغارات الكويت اليوم في السن المباني 25 فلس بعد أغرار الجمعية العومية للتوزيعات لعام 2021 بعد أغرار الجمعية العومية أمس اليوم تغير وجه المباني بالكامل بسعود 25 فلس صناعات وطنية بعد أن كانت متراجعة لمستوى 300 تقريبا 301 أقفلت على استغرار كيبلات متراجعة 58 فلس بوبيابة كماويات الي كان اليوم مصل الدينار 35 صباح الباكر فجأة تراجع إلى 30 فلس تراجع على القرين فلسين زين بسبع فلوس المتراجعة وكذلك ألافكو بفلس الجزيرة 70 فلس ارتفاعا لأهل المتحدة البحريني يستقر وبعد أهل المتحدة البحريني عندي واربا واربا مطلوب 286 بفلس صعودا لوربا ميزان يستقر والمتكاملة تراجع فلسين أما بالنسبة للسوق الرئيسي فنلاحظ مشاهدين الكرام تداول اليوم طبعا ماكو قيمة اليوم 11.380.000 قيمة بضعيفة للغاية نلاحظ التجاري اليوم 35 فلس ولعب دور كبير جدا في تراجع موشن السوق الرئيسي الأهلية تراجع ثلاثة فلس المتحدة فلس البريق بتراجع أجوان الكويتية ثلاثة فلس ارتفاعا قصوصية على تراجع مساكن بارتفاع دلقان تراجع فلسين العيد يتراجع بأربع فلس عمار بأربعة أشار فلس تراجعا عندي آن التسهيلات وإيفا والساحل جميعهم في استغرار لاحظ الشراء بشاهدين الكرام في هذه اللحظات على جي أف اتش جي أف اتش فيها شراء البيت تراجع بسبعة أشار الفلس أرزان اليوم ترتفع ثلاثة فلوس والمركز المالي بفلس الخليجي سبع فلوس في هذه الجسد بعد تراجعات الأمس الحادة وكذلك عيان تراجع فلسين في إغفال المزاد بيان بارتفاع أصول بارتفاع كامكو فلسين مجموعة المشاريع اليوم قوية جدا جميع شركات المجموعة اليوم تقريبا منطر الخضراء بسخارشف العقرات المتحدة الوطني الدولي القابضة كذلك بفلس وركاب على تراجع مدار بارتفاع الديرة بتراجع الصفات تستقر الصكوك بارتفاع اللحظة السورية بارتفاع آسيا بتراجع فلس 59 لآسيا في هذه الجلسة المغاربية تتراجع في السيل كويت للتأمين 30 ارتفاعا وكذلك نلاحظ العقارة المتحدة تستقر تستقر وتراجع وكذلك استغرار الوطاية العقارية استغرار الصالحية العقارية تبديل العقارية 5 فلوس مصالح عقارية باستقر العربية عقارية بارتفاع الجازات بتراجع سنان بتراجع يعني العقارية بتراجع عقار اليوم مرتفعة والعقارية اليوم كذلك بارتفاع مزايا المتراجعة رغم ارتفاع الأمس وكان مجيد لكن اليوم تراجعت اليوم بصورة بلحوظة اللحظة مشاهد الكرام الخصوصية حاليا 144 قائد الشراء واضح ما بعد المزاد همن سوفتة دالي 570 الانماء 72.7 تبعت الانماء اليوم بصورة بلحوظة فلس و 14 فلس عنده مجتمع الانماء العقارية عنده مجتمع يوم الأحد القادم لمنقشة بيانات الربع الأول طبعا بيانات الربع الأول لانماء سنتها المالية مختلفة تماما طبعا صالة سنين ما وزعت الانماء صالة مدة طويلة والانماء من الشركات التابعة لبيتك طبعا الانماء العقارية سنتها المالية تختلف عن بقية الشركات خاصة انها تقفل في 31 أكتوبر من كل عام لذلك الربع الأول 11-12-1 وبعدها 45 يوم المفروض أن تعلن آخر مهلة الأسبوع القادم ستعلن يوم الأحد القادم إن شاء الله عن بيانة الربع الأول لذلك لاحظنا الإنماء فيها نشاط في هذه الجلسة لا أمن تكون عند لديها أرباح إيجابية خاصة في الربع الأول للماء من فترة طويلة ومن الشركات العريقة في البورصة الكويتية ولكن لاحظنا فيها عدم توزيع أرباح لسنوات ماضية نأمل إن شاء الله تغير حال الشركة في هذا العام خاصة أن بيتك نشاط قوي جداً ومجموعة البيتك أعتقد أنها مجموعة نشطة في الفترة الماضية نشوف معكم مشاهدين الكرام بقية الشركات الأخرى وخاصة الشركات العقارية التي كانت أمس أكثر نشاطاً نشوف الشركات الصناعية كذلك اليوم وخدماتية ونأمل إن شاء الله أن تكون إخفالاتها مميزة وإخفالاتها إيجابية نشوف معكم البورصة مشاهدين الكرام في هذه اللحظات البورصة دينار 780 إيفا فنادق منتزات 104 منتزات صفقات كثيرة قاعدت مرن بإيفا فنادق منتزات أسوأ وإيفا فنادق أكثر صفقات اليوم لأول برة بفترة طويلة كذلك عقارات الكويت 165 زين كذلك من ضمن الشركات المرن صفقات 63 خلنشوف بغية الشركات الأخرى بعد مزايا عندي التعمير بارتفاع عندي منشآت وأرجام في منطر الخضراء تراجع لدبي الأولى لمدينة الأعمال ولمنازل وارتفع لميناء وارتراجع لمراكز وريمال واسمنة الكويت فيما بورتليند اليوم في منطر الخضراء بعد سلسل من التراجعات الحادة الورقية تسجل مستويات قياسية الورقية تسجل مستويات قياسية 7 فلوس معادن بارتفاع السكب وأسكه في تراجعات والمعدات والاستهلاكية كذلك والصلبوخ وأربا كابيتل بتراجعات واضحة الفنادق 42 فلس وأنا ذكرت اليوم الصبح ذكرنا من الفنادق لأول مرة توزع من فترة طويلة وكأول مرة تحقق نبح حوالي 10 فلوس وشوي وزعت من 10 فلوس 42 فلس فاصلة واحد تسجل مستوى جدا إيجابي من 27 في اليوم تقفل على مستوى 127 42 فلس لأول مرة من فترة طويلة مشاهدين الحادة طبعا صارها للصعود هذه الفنادق فترة ماضية ولكن تراجعت إلى مستوى تسعرية جدا متنية لكن هذه التوزيع دفعتها للصعود الإيجابي نرى سنرجي كذلك في المنطقة الخضراء وتراجع الاستقرار للتعليمية وارتفاع لعربي قابضة 14 فلس لعربي قابضة 14 فلس ارتفاعا يريدي والرابطة كذلك في المنطقة الحمراء ونشوف معاكم نابسكو والمعامل في المنطقة الخضراء وكذلك بقية الشركات الأخرى نشوف في التخصيص بارتفاع بيت الطاقة كذلك بارتفاع بيترقالف بارتفاع اليوم بيترقالف غير اليوم إن شاء الله هذه بواد الخير نتناعمل إن شاء الله عودة المجموعة للنقل المجموعة الاتميحة موقوفة بيترقالف التحصيلات على تراجع في فنادق اليوم فلس وستعشر الفلس طلوبة طبعا 54 ونص اليوم في فنادق قلت اليوم تغير الحال طبعا تداولاتها 636 ألف أبار بفلس المشتركة بفلس أسس 3 فلس ارتفاعا 135 لأسس تراجع ليبواك تراجع لمشاعر ولوقود بفلس منتزهات كذلك بفلس ارتفاعا 104 طبعا معروضة في نهاية الجلسة مبرد على تراجع وارتفاع للتقدم التكنولوجي 19 فلس بعد ذلك كان متراجع حتى الآن الجلسة حوالها 20 فلس تقدم التكنولوجي ياكل الطبية بارتفاع 9 فلوس وتراجع لفوتشر كيد وارتفاع للمواشي والفجيرة وتراجع الأبيض والغابضة المصرية وتراجع لإنفست اليوم مستوى الـ 174 وستي سي فيلس المنار لاند العقارية كذلك المتراجعة وجي تي سي المتراجعة بأربع فلوس يعني مشاهدين الكرام النهاية يعني السولة ضعيفة للغاية عكس الأيام الماضية وهي أضعف جلسات هذا الأسبوع 57 مليون واربعمية فقط لا غير بالنسبة للسوق ككل السوق الرئيسي اليوم 11 مليون ونص تقريبا فيما السوق الأول يقترب من 46 مليون نتمنى شاء الله مشاهدين الكرام في جلسة أسبوع الغادم وسبوع الغادم يكون أفضل من هذه الجلسة وكذلك كل أسبوع الغادم أسبوع نشط للشركات لما تحركت التحرك إن شاء الله مع قرب إعلان أو مع قرب انتهاء المهلة الغانونية لإعلان الشركات عن نتائجها المالية نأمل التوفيق للجميع وكل شكرا لك راد ولمشاهدين الكرام شكرا لك عائدتك العافية حياكم الله من جديد لنزل معكم في برنامج المؤشر مشاهدين الكرام ونحن نتابع معكم ختام جساتنا في هذا الأسبوع والتي كانت فيها متراجع المؤشرات بصورة واضحة عمق من تراجعاتها أيضا السوق الرئيسي والتي أصلا لم يرتفع في هذا الأسبوع بل كان أغلب شركاتها على تراجع بينما السوق الأول والسوق العام كان في تحقيق مكاسب جديدة بقيادة قطاع المصارف مثل ما تبعنا في جلسة اليوم وكذلك أيضا جلسة الأمس السيولة 57 مليون دينار هي تداولاتنا على هذا اليوم بـ 11 ألف صفقة و 898 الكميات 210 ملايين موزعة على شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك أيضا السوق الأول أغلبها متركزة في السوق الأول بينما أيضا هناك تراجعات تطال مؤشر السوق الأول والرئيسي والرئيسي 50 وكذلك أيضا السوق الأول والعام مشاهدين الكرام كان متوقع أيضا هذا الأسبوع أو هذه التراجعات تأتي بعد ارتفاعات طالت مؤشراتنا القيادية في السوق الأول ونذهب إن شاء الله لنتعرف بصورة أوضح إلى استوديوهاتنا في بورصة كويت من هناك مع المحلل المالي الأستاذ حسن أبو مجداد ليحدثنا عن جلسة اليوم وعن ختام جلسات هذا الأسبوع واللي أتى بعد لون أخضر على مدار الأسبوع حياك الله أستاذ حسن أهلا مرحبا فيك أهلا فيك أخوة رائد أرحب فيك وإخواني مشاهدي تلزول الكويت حياك الله هل كان متوقع هذه التراجعات لا سيما أن السوق الرئيسي أصلا لم يرتفع لم يحقق مكاسب كان هو الحلقة الأضعف في تداولات هذا الأسبوع بينما أيضا تراجع اليوم السوق الأول وكذلك العام نعم بسم الله الرحمن الرحيم لنأخذ جلستي ما بعد عطلة العيد الوطني أخو رائد رأينا جلسات اثنين ثلاثة وثلاثة ثلاثة كانت تدولات قياسية يعني جلسة اثنين ثلاثة أتت بعد صعود الأسواق الخليجية بشكل كبير رأينا تداول ضخم مئة وتسعين مليون سهم في جلسة واحدة أعقبها الجلسات يعني بداية الأسبوع عمليات جني أرباح وهي مستحقة بعد الارتفاع الرئيسي اللي شفناه خلال جلستين التذبذب التباين التمركز على الأسهم التي سوف توزع توزيعات جيدة فترة الإعلانات هو رائد ضاقطة على السوق نوعا ما يعني حتى الآن لدينا ثمانية وثمانين شركة لم تعلن القطاع البنكي تركيز عليه في أكثر من جلسة سهمي الوطني وسهم بيتك الأهل المتحدة البحريني يأنبع عن قرب أخبار عن موضوع دمج بين الأهل البحريني وبيتك بشكل عام تركيز واضح على السوق الأول في التداولات بالرقم من انخفاض قيمة التداول انتظار وترقب الإعلانات للأسهم التي لم تعلن رأينا في هذا الأسبوع سهم عقارات الكويت صحيح هناك قفزة في الأرباح ولكن كانت التوزيع يعني متواضعة ثلاثة منحة ثلاثة نقدي رأينا تراجع لسهم عقارات الكويت في هذه الجلسة مجموعة المشاريع وظهورها على الساحة يعني منذ فترة طويلة لم تتحرك هذه المجموعة رأينا اليوم تقريبا على مدى أكثر من جلسة تركيز على سهم المشاريع وتحقيق قمم جديدة كذلك عقارات المتحدة وسهم فنادق كما ذكر أخوي أبو عبدالله إعلان الجيد وتوزيع خمس فلوس هذا كذلك دعم هذا السهم وبدأ بالتحرك بشكل عام السوق خويرائد يتحرك بشكل فني وصلنا إلى قمة للسوق الأول تقريبا ثمانتالاف وثمانمائة وخمسة وخمسين وصلها بسرعة تقريبا ثلاثمائة نقطة خلال أربع أو خمس جلسات من المنطقي والطبيعي أن تكون هناك عملية تريح للمؤشرات جنيا رباح تمركز على أسعار الدعوم ومن ثم إعادة ارتفاع مرة أخرى مدعومة بالأخبار والتوزيعات وفترة الأعلانات القادمة إن شاء الله إن شاء الله طيب أستاذ حسن أبرز ارتفاعاته اليوم كان لمشاريع هل من معطيات دفعت بهذا السهم إلى النشاط بهذه الصورة أم أنها والله هي عمليات مضاربية نعم طبعا هذا السهم يعني سهم يتبع كتلة قوية في السوق خويرائد يعني يملك في بونج بورغان تقريبا خمسين بالمئة سعره كان في القيعان على مدى تقريبا سنتين يعني لم يستفيد من ارتفاعات السوق هناك يعني حديث عن نية هذا السهم لبيع أصل في سابق يعني كان مفاوضات عليه ولم تنجح عملية البيع في حالة مصداقية هذا الخبر يعني سوف تتغير أمور كثيرة عند بيع هذا الأصل كذلك الأسهم المتبطة في قرائد كامبكو عقرات متحدة كامبكو صناديقها يعني حققت نسب مرتفعة في هذا العام ولم تستفد المجموعة من هذه الأرباح فيعتقد أن الشركات التي لديها صناديق على شاكلة كتلة استثمارات الوطنية يعني مسيرها تتحرك تحقق ارتفاعات تتغير أسعارها لأنها ما زالت قريبة من القيعان ولم تستفيد من ارتفاعات السوق فحركت هذه الكتلة طبيعية ومنطقية ويجب أن تأخذ هذه الأسهم وضحة طبيعية ممتازة كابلات كانت في قيادة السوق أكثر من مرة هي التي تقود التداولات نحو الارتفاع حققت مكاسب جيدة اليوم هي تصدر التراجعات في ختام جلسات هذا الأسبوع تعليقك نعم طبعا سهم الكابلات يعني عادة يعني تشوف فترات طويلة من الركود من عدم الحركة في الآخر فترة رأينا وجود صانع سوق على هذا السهم بدأ بالتحرك مع كتلة الاستثمارات الوطنية ككل رأينا يحقق قفزات يحقق ارتفاعات يعني لم نرى هذه الأسعار منذ فترة طويلة فمن الطبيعي يعني بعد الاتفاع الكبير اللي شفنا على سهم الكابلات وحتى الآن لم يظهر إعلانة تجد عملية جني ارباح إعادة تمركز على أسعار دعوم تمهيدا لتحقيق ارتفاعات مقبلة إذا ظهر وإعلانة إن شاء الله تكون توزيعات جيدة إن شاء الله شكرا لك وتعك العافية محلل المالي لأستاذ حسن بمجداد كنت معنا من أستاذياتنا في بورصة الكويت والشكر موصول لكم أيضا مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر نرقاكم على خير إن شاء الله عطت نهاية أسبوع موفقة وسعيدة للجميع ويتجدد اللقاء إن شاء الله معكم يوم الأحد القادم دومتم بكل خير وإلى اللقاء موسيقى موسيقى